اهلا وسهلا عزائي طلبات وطلبات الصف الثانوي الزراعي فني تصنيع غزائي نظام الجدارات وحلقة جديدة من تصنيع المغبوزات كنا خدنا حلقة اسرائية قبل كده عن المخرجات التعلم اللي موجودة في وحدة تصنيع المغبوزات وخدنا حلقة تانية عن جزء من المخرج الاول اللي هو يصنع الخبز بانواعه وهناخد النهاردة ان شاء الله بقيت المخرج اللي هو يصنع الخبز بانواعه وهناخد خمات المغبوزات هنبدأ بخمات المغبوزات اللي هي الخمات الاساسية اولا الخمات الاساسية اللي هي زي ما احنا شايفين على الشاشة الدقيق والماء والملح والخميرة اربع مكونات رئيسية في الخمات الاساسية الدقيق والمية والملح والخميرة هناخد اول حاجة فيهم بعد كده المكونات الغير اساسية تسع مكونات السكر والدهول والبيض ومواد التأثير السطحي ومكسبات الطعم والرائحة والمحسنات والاضافات الانزيمية وغزاء الخميرة يعني كده عندنا اربع مكونات اساسية اللي هي الدقيق والبيض والمية والملح والخميرة دي الاربع مكونات الاساسية المكونات غير الاساسية تسع مكونات منها السكر الدهول البيض مواد التأثير السطحي مكسبات الطعم والريحة والرائحة المحسنات الاضافات الانزيمية وغزاء الخميرة بعد كده هناخد بتفصيل الخمات الاساسية واول حاجة معانا الديق طبعا لان ده المكون الاساسي في وحدة المغبوزات ده المكون الاساسي في صناعة المغبوزات الديق عمتا زي ما احنا شايفين في الصورة كده صورة الديق الديق عمتا يكسر به ديه الامح وده الاساس في عمل المغبوزات طيب بنحص يعني بنجيبه ازاي او بنتحصى اي ازاي من تحت نوع واحد من الحبوب الامح احنا بنجيب بزور الامح ونطحنها بيطلع الديق يا اما مجموعة انواع مختلفة من الامح بنجيبه مع بعض بنخلته مع بعض وبننطقي دقيق منهم بعد كده بيمر الدقيق ده بعمليات نخل متعددة عمليات نخل متعددة عشان اقدر احصل على الديق الابيض وذلك بفصل النخال او الرده والجنين الذي يعمل على صورة التزنخه لاحتوائه وعلى الدهون بمعنى ان المناخل موجودة في المطاحن بيفصلولي الرد على في اتجاه والدقيق نفسه في اتجاه عشان كده بطلع عنواع الدقيق المختلفة بطلع عنواع الدقيق المختلفة زي ما نشوف فيما بعد دي كل حاجة عن الديق بعمله ازاي ده طاح الحبوب حبوب الامر في المطاحن بنطلع منه الدقيق اللي بيمر بعمليات نخل مختلفة عمليات نخل مختلفة لفصل الرده لفصل الرده بعد كده بطلع كل نوع لوحده بطلع كل نوع لوحده على حسب على حسب استخلاص الرده منه بعد كده يمين لون الدقيق الحديث الطحن الى اللون الابيض النسفر بيبقى لون ابيض نسفر علشان سبغات الكاروتين علشان كده لما استخدموا مباشرة بعد الطحن مباشرة الرغيف بيبقى صغير الحج بيبقى صغير وشكله مش تمام فعشان كده بنعمل حاجة اسمها تحسين اللون وتبييد الدقيق كنا سمان بنخزن الدقيق لمدة ثلاث شهور لست شهور علشان الدقيق يبقى بيض دي بنسميها عملية تعتيق الدقيق او تحسين جودة الدقيق لكن دلوقتي باضافات كيميائية مواد كيميائية بقينا نصرع عملية التعتيق او التبييد بعد كده بتعرف عملية العملية دي بتعتيق الدقيق او تسويته او تحسينه اما دلوقتي فنستعمل طرق كيميائية سريعة لتبييد الدقيق وذلك بمواد تعرف باسم المحسنات الدقيق وتستعمل كيميائيات مخننة لتجنب اي اضرار صحية يعني احنا بتختار المواد دي محسنات الدقيق بعناية جديدة عشان ما تحصلش اي اضرار صحية للمستهلكين احنا بحيث ان احنا نصرع عملية التعتيق وتسويت تسويت او تحسين جودة ولون الدقيق بنعمل عملية تبييد سريعة للدقيق باضافة محسنات الدقيق باضافة ايه محسنات الدقيق بعد كده تدعيم الدقيق طبعا لما بنحش منه النخالة وجنين الامح طبعا بنحش منه نسبة كبيرة من الفيتامينات فيتامين با والاملاح المعدنية زي الكالسيوم والحديد وغيره دي بننزعها او بنحشها لما بنفصل الردة لانها بتبقى في موجودة على الغلاف او القصرة موجودة في الجنين بتاع الامح طبعا بتقل المادة الاسسية او الغزائية بتاعته القيمة الغزائية بتاعته اللي موجودة فيه الفيتامينات والاملاح المعدنية فبالتالي انا بعوض ده بعوضه عن طريق ايه اضافة بعض الفيتامينات والاملاح المعدنية زي املاح ايه زي فيتامينات ايه سيامين والريب وفلافين والنياسين والحديد دي بضيفهم بمواد صناعية بضيفهم بمواد صناعية بنفس النسب تقريبا بنفس النسب زي فيتامينات بتاعتهم 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 في الطبيعة تقريبا علشان احسن من جودة الدقيق والعملية دي بسميها تدعيم الضقيق تدعيم ايه الضقيق تدعيم الضقيق ايه اضافة اضافة او تعزيز الضقيق بها صناعيا فتضاف اليه اللي هي الفيتامينات والاملاح المعدنية بنفس النسب تقريبا بنفس النسب تقريبا زي فيتامينات السيمين الريب وفلافين والنياسين والحديد وباقي الاملاح المعدنية انواع الدقيق المتدولة محلية انواع الدقيق المتدولة هنا داخل جمهورية مصر انواع الدقيق هي ايه بقى زي ما احنا شايفين اول حاجة الدقيق الاصمر او الدقيق الغامل ده اللي هو فيه نسبة نخالة او ردة كتير او موجود زي ما هو زي ما الطحن سيبناه زي ما هو ما عملناهش عملية ناخل او ما عملناهش عن طريق مناخل ما فصلناش النخالة او الردة عن الدقيق نسبة الاستخلاص بتاعته كام من دسعين لخمسة دسعين والرغم من احتواء املاح معدنية وفيتاميات كتير وزيف جنين الامح كمان اللي بترفع قيمة الغذائية الا انه غير مستحب للمستهلك ليه غير مستحب مع انه قيمة الغذائية اعلى من الخبز او الدقيق اللي بينصنع به الخبز الابيض قيمة الخبز الاصمر اللي احنا انتاجناه من الدقيق الاصمر نسبته او القيمة الغذائية بتاعته اعلى علشان بيحتوي على الاملاح المعدنية والفيتامينات وزيف جنين الامح الطبيعية المستهلك ليه المستهلك ما بيحبش الرغيفة من النوع ده او الدقيق من النوع ده الرغيف اللي هو اللون الاصمر علشان اللونه اصمر شوية او الدقيق وكمان الدقيق بتاعه بيسبب له عصر هض بيسبب له عصر هض بيسبب له عصر هض من الدقيق بتاعه نظرا لارتفاع نسبة المواد السري واليوزية الموجودة بالنخالة الموجودة بالايه بالنخالة والدقيق الكامل سريع التزنخ كمان ليه لوجود الجنين اللي بيحتوي على زيت على زيت جنين الامح او الدهود يحتوي على الدهود بعد كده الصورة دي بتوضح لنا صورة الدقيق الاصمر صورة الدقيق الاصمر اللي مطحول مباشرة من الامح مباشرة مش مفصول منه اي حاجة يعني زي ما اتطحنت الحبوب نزلت في العبوة دي في الشوال ده زي ما هي ما عملنوش عملية فصل للنخالة او الردة بعد كده الدقيق الابيض النوع ده اللي بننزع منه طبقات النخالة طبقات النخالة وجنين الامح برضه بس مش بنسبة كبيرة فنسبة الاستخلاص منه نسبة الاستخلاص فيه من تمانين لخمسة وتمانين في المية الدقيق الابيض في منه نوع فاخر الدقيق الابيض الفاخر او الزيرو او الممتاز اللي بنسميه الزيرو بدوصل نسبة الاستخلاص بتاعته من سبعين لخمسة وسبعين في المية الدقيق الزيرو ده اللي بنستخدمه في صناعة الفطار او بنعمل منه الفطير وبنعمل منه العيش الابيض والكحك والبسكوت وبعده نفس النظام بنعمله من الدقيق الزيرو وكمان بيستخدم بقى الدقيق الابيض اللي هو استخلاص نسبة الاستخلاص فيه بدوصل لثمانين او خمسة وتمانين في المية فعمل الماكرونة وجلاش والرواء وغيره من المقبوسات التانية دي صورة للدقيق اللي استخلاصه من تمانين لخمسة وتمانين اللي هو الدقيق الابيض العادي مش الفاخر فيه دقيق ابيض فاخر وفيه دقيق ابيض عادي دقيق ابيض الفاخر او الممتاز اللي بنسميه زيرو ده درجة اقل منه عشان كده ده اللي بنصنع منه الفطير والكحك بنصنع منه البقرونة والرؤاء والجلاش لكن الفطير والكحك والبسكوت اللي هو زيرو بعد كده دقيق به مادة رفعة زي بيكربونات السوديو اللي هو الدقيق اللي بتجيبه في اكياس صغيرة من المحلات ده اللي بنصنع منه البسكوت والكحك مع تقليل مسحوق الخبيز البكنبودر للنص وهناك انواع من دقيق الامح خاصة خاصة بالعجان المختلفة شائعة الاستعمال باللوات المتحدة واوروبا وحاليا موجودة في مصر زي ايه دقيق الكحك دقيق الكحك الكحك بنصنعه من دقيق ده بنصنعه بنصنعه من دقيق الامح الابيض المنخفض البروتين البروتين فيه من سبع اذا عشان يخطي الهيكل الناعم اللي نصنعه من دقيق للكحك والبسكوت عشان الوحلة بناكله بيبقى اه طري او بيدوب بصرعه في الوقع بعد كده ديق الفطائر الفطير ببقى له ده ايه مخصوص ده دايق خاص بالصناعة الفطائر دي او الفطير نسبة البروتين فيه اعلى من تسعة في المية. اعلى من تسعة في المية. عندي الكحك سبعة ونص. علشان يمتص اكبر كمية من المية. ويتحمل كمية الدهن المضافة ليعطي الفطائر الهيكل القوي لحجز الهوى والتوريق المناسب وخاصة الفطائر المورقة اللي هي بتبقى عليه. دقيق لجميع الاغراض. ده خليط من دقيق الامح القوي والضعيف. نسبة البروتين فيه عشرة ونص في المية. ده بيصلح لجميع عجائل خميرة البيرة كالخبز والبريش والفطائر وعجنت الشو وغيرها. زي ما نشوف في الصورة اللي جاي. ده العيش العادي الخبز العادي البلدي. ده البريش. ده الفطائر بأنواعها. دي صور للفطائر بأنواعها. دي صور عجنت الشو بأنواعها المختلفة. طبعا العادية واللي بشوكولاتة. اهمية بقى الدقيق في المقبوزات. الدقيق عمتا ده. المادة الخام بتاعة العجائن عمتا. او المقبوزات عمتا. ده الحاجة الرئيسية للمقبوزات. اهمية بقى ده ايه؟ ده المادة الاساسية لتكوين الشبكة الجليتونية المسؤولة عن بناء الهيكل المقبوزات. وحبس الغازات التي تكسبها القوام الخفيف المناسب وتحافظة عن مسميتها. يعني بتدي الشكل النهائي للمقبوزات اللي انا بعملها. الدقيق هو اللي بدي الشكل النهائي. زي الرغيف العيش. الرغيف العيش طبعا اللي بيديه القوام هو الدقيق. اللي بديه القوام بتاعه هو الدقيق. بعد كده يتحول نشى الدقيق السطحي اللي على سطح المقبوزات بتاعتنا لديكسترين. الدكسترين ده نوع من انواع السكريات. بيتحول الدكسترين بالحرارة في الفرن. ده اللي بيساعد المقبوزات بتاعتنا. وبيديها الطعم اللي احنا بتحبه في كل في كل نوع من المقبوزات. مع ضافة طبعا بعيد المكونات اللي بتدي الطعام المختلفة والنكهات المختلفة للمقبوزات المختلفة. بعد كده المواصفات او الكلاسية التي ينبغي توفرها في الدقيق ان يكون الدقيق خالي من اي نموات فطرية. علشان بيكونش في اي سموم فطرية افرزها الفطر قبل الطحن. فطبعا يؤدي الى التلوث والتسمم فيما بعد. برضو لازم تكون يكون الدقيق والحبوب اللي تصنع منها. الدقيق خالية من الحشرات. واجزاء الحشرات. علشان ما يظهرش في المنتج النهائي بتاعي اللي انا بعمله. الجزء اي جزء او حشرة كاملة موجودة في العيش مسلا او في الكيكة او في الطرطة او في الكحك او البسكوت او اي منتج من المنتجات المغبوزات بتاعتنا او العجاب بتاعتنا ما تصدرش فيها جزء حشري او حشرة كاملة. لا قدر لا فطبعا كل اللي احنا عملناه بيترمي. بسبب حاجة بسيطة. فعشان كده لازم ناخد بالنا. واحنا بنجيب الدقيق ان يكون خالي من الحشرات. والحبوب كمان اللي احنا هنطحنها علشان نصنع منها الدقيق بتكون خالية من الحشرات. برضو لازم الدقيق بتاعنا يكون خالي من المواد الغريبة. ما يكونش فيه اتربة. ما يكونش فيه اي اجزاء نباتية. ما يكونش فيه اي مواد مواد ملوسة او اي حاجة تانية واقعت مسلا من الماكينات او مكينات الطحن او المطاحن او اللي هي المناخل اللي موجودة في المطاحن. ممكن مسامير بتاع. برضو لازم ناخد بالنا من الحاجات دي علشان نتلافع حدوث اي حاجة تحصل في المستقبل. لازم الديه بتاعنا يكون ناتج من امح سليم كامل النضغ. يكون الامح بتاعنا سليم كامل النضغ والحبوب كاملة وسليم. ان تكون نسبة الرطوبة في الديه اربعتاشر في المية. ما تزدش عن كده. علشان ما يسبب ليش اي تخامرات واي نمو فطري على الديه. بعد كده المادة الخام التانية في الخامات الاساسية المية. المية مهمة جدا اهمية المية. يعمل مع البروتين على تكوين الشبكة بلايتونية. ويعتبر وسط لازابة المواد القابلة للزوبان كالسكر والملح. المية هنا هي اللي بتدي القوام بتاع العجينة بتاعتي مع الديه. المية نفسها بدوم فيها الملح او السكر اللي بضيفه مع العجينة بتاعتي. كمان بدوم فيه الخميرة قبل ما ضيفها للعجينة بتاعتي او للدقيق عشان نعمل العجينة. كمان المية بتعتبر عامل منظم للدرجة الحرارة للدقيق والعجينة اللي انا بشكلها. بعد كده يساعد على حدوث التفاعلات الحيوية داخل العجين او المغوزات اللي انا بعملها قبل عملية تسويت المنتج بتاعي. العامل التي تتوقف عليها كمية الماء المضاف. نسبة البروتين. كلما زادت نسبة البروتين في الدقيق زادت نسبة التشرب بالماء. يعني كلما زادت نسبة البروتين في الدقيق كلما بتاعي يشرب مية اكتر ياخد مية اكتر. طيب نسبة استخلاص الدقيق. كلما زادت نسبة استخلاص الدقيق كلما زادت تشرب بالمية يعني كلما زادت الردع جوة دقيق كلما زادت استخلاص كل مزاد تشرب الديق للمية كمية النشا المتهتك كل مزادة النشا كل مزادة نسبة التشرب بالمية بعد كده الشروط الوجب توافرها في المية اللي انا هستخدمها في العجن عشان نعمل العجنة بتاعتي المية لازم تكون نقية خالية من اي بكتيريا خالية من اي ملوسات تكون المية بتاعتنا عديمة الرائحة واللون طبعا المية طبعا المعروف عنها ان الماء عديم اللون والرائح وخالي من العملاح المسببة للأسر فطبعا لما لاقي المية فيها نيحة طبعا لازم ما استخدمهاش في اي عملية من عملية التصنيع الغذائي كلها بالكامل مش المغبوزات بس لازم المية المية اللي هستخدمها في عمليات التصنيع التصنيع كلها مش المغبوزات بس مش العجن بس كل التصنيع عمتا كل التصنيع الغذائي لازم المية بتكون نقية تماما الماء لازم يكون عديم من رائحة وعديم اللون شفاف رائق خالي من اي شوائب خالي من اي الوان خالي من اي روائح علشان ما يحصليش تلوس وتسمم بعد انتاج المادة الغزائية اللي انا بانتجها وتكون المشكلة في الماء بعد كده تأثير المياه العسرة والمياه اليسرة على تكوين العجين المياه العسرة التي بها نسبة املاع عالية تعمل على تعطيل عملية التخمر بتعطلي عملية التخمر بتقللها فبتاخد الوقت فبتاخد وقت طويل وكمان بتديني عجينة جمدة ما بيرتفعش ما بترتفعش العجينة معايا ما بتختمرش يعني بعد كده المياه بقى للماء اليسر يؤدي الى تكوين عجينة لازجة ويمكن تلافي التأثير باضافة ملح الطعام بعد كده بضيف الخميرة الخميرة هي كائنات حية ضقيقة تتغذى على مواد السكرية وتندق حل الإصايل وغاز ثاني أكسيد الكربون وبعض المركبات الاخرى مثل الأرضيهات والكيتونات والأسطرات حيث يكون عنزيم الموجود في الدقيق بتحويل النشا لديكسترينات النشا بتحول لديكسترين والالفا اميليز بيحول لي بيحول لي الديكسترين الى ملتوز فبتقوم الخميرة بتحويل الملتوز الى جولوكوس يعني المختصر الفيد أنا عايزة حول النشا من سكر معقد الى سكر احادي بيقدر الجسم يستفيد بيه بيقدر الجسم يستفيد بيه بعد كده اذا اضيف سكر للعجينة فان الخميرة تحوله الى جولوكوس زائد فاركتوس بتحول السكر ايا كان نوعه لنوعين من السكر الاحادي الجلوكوس والفاركتوس ثم تحول الجلوكوس الى ثاني اكسيد الكربون والكحول الايسايل وانسب درجة انسب درجة حرارة لتخمر العجينة من 35 إلى 37 درجة مقوية طبعا هنا التخمر ده هو اللي بيدي القوام للعجينة بتاعتي وبيخليها ترتفع بعد كده انواع الخميرة المستخدمة خميرة مضغوطة خميرة جافة خميرة سلطاني الخميرة السلطانية عمتا هي عجينة سابقة التجهيز بوضع بيوضع عليها قليل من يعني حتة عجينة بنحط عليها دقيق وبنسيبها ست ساعات وبنستخدمها كبادئ للعجينة كبادئ للعجينة كبادئ للعجينة الجديدة وبنضف لها وبنضفها بنسبة عشرة لعشرين في المية من وزي الدقيق المستخدم زيها زي الزبادي مثلا بجيب بادئ زبادي قديم علشان نعمل الزبادي الجديد نفس النظام هنا بجيب عجينة سابقة التخمير بنحط عليها جميل دقيق قليلة وبنسيبها ست ساعات بعد كده بنحطها على العجينة الجديدة وبنعجلها مع العجينة الجديدة ده علشان بستخدمها كخميرة بستخدمها كخميرة بستخدمها كخميرة او كبادئ للعجينة الجديدة وفي خميرة جافة وفيه خميرة المضغوطة اللي هي المعروفة بشكلها في شكل الاوالب. بعد كده العامل التي تؤثر على كمية الخميرة اللازمة للتخمير. درجة الحالة التي يبرى عليها التخمير. بتأثر على نسبة الخميرة المضافة. زي ما يتخميل نفسه. بيأثر على كمية الخميرة الموجودة. كمية العجين او ديء المستخدم. برضو لو زاد كمية ديء بتزيد كمية الخميرة. وكل ما قال بتقل كمية الخميرة. وبعد كده الشروط اللي واجب توافرها في الخميرة المستخدمة. اولا لازم ما يكونش فيها مواد حفظة. ما يكونش فيها مواد حفظة. لازم ساعة نختارها بعلاية ما يكونش فيها اي حاجة بايزة. بتكون خالية من التلف او الفساد. علشان ما تصليش على العجينة بتحتي. وبالتالي بتسبب تلوس او تسمم فيما بعد. بعد كده ان تكون خالية من المواد الغريبة او اي تلوس. زي ما احنا قلنا. باي تلوس فطري او ميكروباط ممرضة. الا تزيد نسبة الرطوبة في الخميرة المضغوطة. عن خمسة سبعين في المية. والمجفافة اللي هي البطرة عن تسعة في المية. يعني الخميرة الاوالب لازم ما تزيدش نسبة الرطوبة فيها عن خمسة سبعين في المية. والمجفافة او البطرة اللي هي الفورية عن تسعة في المية. ما يكونش في الخميرة اللي انا هستخدمها اي نمو فطري او اي وجود مايكروبي لاي بكترية مهما كانت. علشان ما تسبب ليش تلوس او تسمم فيما بعد. بعد كده زي ما شايفين صور لانواع الخميرة المختلفة زي ما هل شايفين. بعد كده الحاجة التانية الملح في الخمات الاساسية. الملح مهم جدا لازم نختار الملح بعناية. ما يكونش اي ملح والسلام. لا. علشان ما يقصر ليش على نكهة المجبوزات بتاعتي او العجينة بتاعتي اللي استخدمها. وما يقصر ليش فيما بعد على ازواء او طعم المنتجات بتاعتي. يضاف الملح بنسبة من واحد الاثنين في المية من وزن الديق. بشوف كمية الديق قد ايه. وابضف له من واحد الاثنين في المية من وزن الديق. بعد كده اهمية الملح. اهمية الملح. الملح بيدي للعيش او الخبز اللي انا بعمله النكهة او الطعم بتاعه بيدي له الطعم المميز اللي كلنا عارفينه بيحسن سطح العيش اللون الخارجي بتاعه بيديه اللون المميز بتاعه بيساعد على تحسين خواص الجلوتين ويساعد على تشرب العجين بالماء بيخلي العجين بتاعتي بتشرب المية اللي انا ضيفة برضو كمان بيدخل ضمن مكونات غزاء الخميرة اللي هي بتنشطلي الخميرة بتاعتي علشان يبديني قوام مناسب للعجينة اللي انا بعملها بعد كده المكونات الغير اساسية التسع مكونات اللي احنا قلنا عليها السكر الدهون البيض اللبن مكسبات الطعم الرائحة المحسنات مواد التأثير السطحي الاضافات الانزيمية وغزاء الخميرة تسع مكونات رأسية تسع مكونات رأسية لازم ان ابيعرفهم كويس جدا 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 اول حاجة السكر يضاف السكر بنسبة مواحد لعشرة في المية من وزن الديق اهمية السكر في المغموزات هو اللي بيدي الطعم الحلو اللي موجود كغزاء برضو للخميرة وتنشيط للخميرة اللي انا بحطها هو اللي بيدي اللون الدهبي للمنتج اللي انا بنتجه علشان اتحاد السكر مع البروتين اللي هو يسميه تفاعل ميلرد او كرمالة السكر بيدي تراوة بيعمل على تطرية الخبز او العيش اللي انا بعمله عشان السكر بيحتفظ بالطوبة بعد كده انواع السكريات الغزائية في العجائن جلوكوز وفركتوز وسكروز واللاكتوز وعسل الجلوكوز دي انواع السكريات الموجودة في المغموزات بعد كده الدهون من الخامات الغير الاساسية وتضاف بنسبة من واحد لستة في المية من وزن الديق بعد كده اهميتها سهولة عملية العجن اعطاء اعطاء الملمس النعم للعجينة وعدم تقصف الكفرة تلمية وتحسين العجينة تسهيل اعطاء الملمس النعم للعجينة وعدم تقصف الكفرة او الغلاف بتاعة المنتج بتاعي اذا كان عيش او غيره بتدي اللمعة بتاعة العجينة بتحسن من جودتها بتسهل عملية تقطيع العجين معاية الدهون هنا بتسهل عملية تقطيع العجين معاية لشرائح صغيرة او كورت صغيرة لو انا هعمل خبز او العيش او هعمل اي منتج تاني بعد كده مصادر الزيوت او الدهون الشحوم او الدهون الحيوانية زي الزبدة والسمنة اول مصدر المصدر الثاني الزيوت البحرية زيت كبد الحوت وزيت السمك زيوت نباتية مثل بذرة القطن او عباد الشمس وفيه بدائل الدهون دي زي الشورتنج والمارجرين اللي هي الدهون الصناعية يعني فيه حاجات طبيعية وحاجات صناعية الشحوم والدهون الحيوانية الزيوت البحرية الزيوت النباتية دي حاجات طبيعية وبعد كده بدائل الدهون اللي هي الصناعية زي الشورتنج وزي المارجرين بعد كده خصائص الزيوت والدهون بتبقى عديمة اللون او لونها اصفر شح ملهاش ريح او خالية من الروائح الغريبة بعد كده اللبن الخمل غير اساسي اللي بعد كده اللبن اللبن بتضاف لبعض المنتجات طب اهمية اللبن ايه في العجائن انتاج لبابة زيتة مسام صغيرة منتظمة ونعمة رفع الكيمة الغذائية برفع الكيمة الغذائية بتاعت المنتج الغذائي بتاعي بيمتص كمية اكبر من المية فبتسهل معي عملية العجيم بعد كده مصادر اللبن مصادر اللبن مختلفة اللبن السائل وفيه اللبن الجاف وفيه اللبن الرايب والالبان المركزة كلنا عارفين المصادر دي بعد كده زي ما احنا شايفين نسبة او صور دي لمصادر اللبن المختلفة بعد كده الخمل غير اساسي اللبن موجودة معنا بعد كده البيت وده له اهمية كبيرة جدا 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 وده صورة للبيت المستخدم اهمية البيت في العجائن بيرفع برده الكيمة الغذائية بتاعتي بيض البيت بيخليلي تسلب الغلاف الخارجي الكاثرة او الغلاف الخارجي بتاعت المنتج او المقبوزات اللي عندي بتسهلي انتشار الدهون اللي انا بستخدمه في مع المي او بتسهلي دوابان الدهون مع المي وبتخليلي الدهون مائه لما بتنتشر في الدقيق او العجين بتاعي وتنتشرها بكميات مدساوية بعد كده تحسين الطعم بتحسين طعم المنتج بتاعي صفان البيت بقى بيحتوي على الليسيسين اللي بيعمل على تحسين العجين والبرونة وبتدي مناطية للعجين بتاعي ويبقى العجين مارين في ايه بقى طعب زي ما انا عايز بعد كده البيت هنا بيلعب دورا محوريا في وصفات المعجنات زي الكحك والبسكويت البيت الى المارينج كريمة المعجنات البيت الكامل يخلق بنية وسباتا داخل الخليط ويساعد في الربط وتوفير الرطوبة الكافية لتماسك المكونات مع بعضها البيت منتج اساسي في الكحك والبسكويت وبقية الكلمات المعجنة بيعملني قوام ثابت وبيساعدني في ربط وتوفير الرطوبة اللي انا عايزها علشان المكونات اللي انا هستخدمها في المكونات المغبوزات وبيربطها لكواها كلها مع بعضها بعد كده مكسبات الطعم والرائح دي مهمة جدا جدا علشان لازم اضيفها بنسب معينة بحيث انها بتصليش على المنتجات بتاعتي من اهم المواد دي المواد النكهة الطبيعية المواد النكهة الطبيعية زي الفاكهة والنقل والبخارات والتوابل والكاكاو والشوكولات بعد كده محسنة النكهة ومنها الطبيعية الاعشاب والتوابل والثانيليا والثانيليا وهي مواد يتم الحصول عليها صناعيا وتركبها الكيميائي غير متشابه تركبها الكيميائي غير متشابه مع المواد الموجودة التطبيعية دي مواد صناعية زي الفانيليا الفانيليا بستخدمها مع كل المنتجات الغزائية او المغفوزات اللي أنا بستخدمها زي الكحك والبسكوبيت والكيكا والبقيت المنتجات اللي أنا بستخدم معها الفانيليا بعد كده المحسنات 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 هنا مجموعة مركبات كيميائية او طبيعية تستخدم لتحسين خواص منتجات الخبيز والتقليل ظاهرة البيات والتقوير الشبكة الجلوتينية في حالة الدقيق الضعيف او لضعاف تلك الشبكة في حالة الدقيق القوي بعمل عملية تحسين للخواص بتاع منتجات الخبيز بتاعتي بحيث ان هتصرعلي من عملية اللي هي اكتمال التخبير بتاعي علشان المنتج بتاعي يبقى جاهز لعملية التسوية بسرعة بعد كده من المحسنات دي يودات البوتاسيوم بورماط البوتاسيوم ثاني اكسيد الكولورين حامض امين السستين الاسكوربك حامض الاسكوربك كمان دي محسنات بتحسن لي من خواص منتجات العجائن بتاعتي علشان عملية التسوية او عملية التخمير بتتم بسرعة بعد كده مواد التأسير السطحي مواد التأسير السطحي دي مواد بستخدمها علشان اطول فترة الخبز طازج اطول فترة ممكنة ومنها الجلسفيدات الاحدية الاضافات الانزيمية بعض الانزيمات بضيفها بحيث انها تحسنني من صفات العجينة بتاعتي زي ايه وهي تستخدم كتعويض لنقص الكميات بعض الانزيمات الموجودة في بعض الانواع الدقيقة زي انزيم الالفا اميليز لتحويل بحويل بيها حبيبات النشا لجلوكوز وبيحوالي الانزيم هنا انزيم الالفا اميليز برضو بيحوالي الجلوكوز الى كحول والثاني اكسيدي كربون من امثلتها ايه انزيم الاميليز وانزيم البروتيز وانزيم الانفرتيز كل انزيم ده من دول له استخدام معين عشان بيحوالي السكر الاحادي من بعد ما يحوالي النشا للسكر الاحادي بيحوالي السكر الاحادي لكحول ومي بحيث ان عمل التخمير او تخمير بتتم بسرعة بعد كده غزاء الخميرة غزاء الخميرة هنا اللي هو بينشاط لي الخميرة بتحت بينشاط لي بعض المنتجات بتنشاط لي الخميرة بتاعتي بحيث ان عملية التخمر وعملية العجيم لما بيختمر من عاية وبيرتفع بسرعة ده بالسبب ان الخميرة نشطت معاية فانا باشي نشطها بايه بحاجة تسمى غزاء الخميرة وهي بعض المنتجات الموجودة مواد مغزية للخميرة تساعد على سرعة نشطها وصورة عملية التخمر ومن امساتها ايه كابلتات الامونيوم املاح الفوسفات الحديد والزينك ده بعض الاطفات بتضاف بنسب قليلة وبنسب محسوبة بحيث انها تزود لي او تصرع لي من عملية التخمر بعد كده تدريب عملي الغرب من التدريب ده تدريب الطالب على حساب كمية المية الصحيحة اللي انا اقدر اضيفها للدقيق علشان اقدر انتج عجينة كويسة جدا الادوات والخامات اللازمة عينات صغيرة من انواع دقيق مختلفة بجيب كميات دقيق مختلفة من عينات مختلفة وبجيب مية صلحة لاستخدام وصلحة لاستخدام لصناعة العجين او للعرب كاسات صغيرة كاسات صغيرة لاجراء عملية العرب مقلب زباجي عشان يقلب العجين عشان يقلب العجين معي بعد كده خطة العمل يجرى هذا الاختبار بيتم ازاي بوزن عينات مية دي بحسب الوزن ويكون متساوي بحطها بحط النسب دي في كل كاس من انواع دقيق مختلفة وبشوف المية بشوف نسبة المية يتم اضافة المية بنسبة بسيطة حتى لغاية ما يظهر اللمعان في العجينة بتاعتي لما يبدأ العجينة معي تبقى لمعة بوقف اضافة المية وبحسب كمية المية المضافة عندي مع كل نوع دي ومع كل كمية دي في النوع الواحد بشوف الكمية اللي انا حطتها من نوع دقيق معين كميات اللي انا حطتها من نوع دقيق معين بشوف نسبة المية اللي انا حضفتها قد ايه وببدأ ادونها في الجدول طيب بالنسبة للانواع المختلفة مع الاوزان المختلفة بشوف الوزن السابت من كل نوع بشوف يعني مثلا خمسة كيلو دفطلهم قد ايه مية بديق مثلا الاسمر تبديق الزيرو الخمسة كيلو فيه دفطلهم قد ايه مية وهكذا بحسب النسبة هنا في كل نوع وفي كل وزن بشوف الوزن المتشابه معه او المتساوي معه من النوع التاني وبحسب ايه الفرق ما بين المية وبعضها حتى تصبح العجينة اللي تلتصك باليد اثناء العجن ومنها يستطيع الطالب تحديد كمية الماء اللازم للعجينة بشوف كمية المية اللازمة للعجن قد ايه بشوف كمية المية اللازمة للعجن قد ايه زي ما احنا شايفين في الجدول ده رقم العينة بشوف رقم العينة الكاس اللي انا حطيت فيه او الدور اللي انا حطيت فيه نسبة الدقيق وقلبت فيه نسبة المية ده رقم واحد رقم اثنين رقم دلاتة ده رقم العينة وزن الدقيق قد ايه كمية المية اللازمة قد ايه والملاحظات بتاحت ايه ده بضيفه كله وبحسبه كويس وبقد ادونه في الجدول عندي وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم الوقت معاكم بيخلص بسرعة ونلقاكم قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة